أنا عايز أبدأ بتنظيم الدفاع اللي ظهر بمنتخب مصر اللي أنت تبدأ بالتماسك كبير ده اللي ظهر على منتخب مصر في بداية اللقاء قدام منتخب القوة الكبير اللي احنا شفناه على منتخب فرنسا بتلعب منتخب بسجل ثمان أهداف قبل ما تلعبه فمنتخب قوي هجوميا وقوي دفاعيا فإنك تظهر بالتماسك ده وإن ميكالي ينجح إن يحفظ على هوية وشكل منتخب مصر الفني قدام هذا المنتخب المدجج بالنجوم ده كان بالنسبة لي إنجاز كبير بالنسبة لي أنه يخرج أو يظهر منتخب مصر بالشكل ده قدام منتخب فرنسا لو جبنا الحالات بتعطي تنظيم الدفاع لمنتخب مصر لسه بيجهزوها هتلاع كان فيه تماسك حتى والترابط اللي كلمنا عليه قدام في الحالة الأخيرة في مغارض براجوي نفس الكلام ظهر بمنتخب مصر بنتحرر كلنا كوتل واحدة ما فيش مساحات بين الخطوط من الآخر كنت كنت تخانئ منتخب فرنسا طول الشوت الأول حرمته من الوصول لمارمى حامزة على إلا في قرات السابتة اللي هم بيحاولوا ومتميزين فيها بشكل جيد سواء في الكورنرز أو حتى الفاولات لحدود منطقة الجزاء لكن غير كده أنت كنت تخانئ منتخب فرنسا حرمته من القرى أو من القرى أن تتلعب في التلت الأخير تقريبا طول 45 ديابة عشرات الأول ده نجاح كبير من ميكالي نجاح كبير جدا من العباء في تنفيذ طريقة اللعب كنت متخيل إن إحنا بيكون عندنا بعض المشاكل الدفاعية وده منتخب فرنسا خاصة في بداية اللقاء لكن كون اللي أنا أشوف منتخب مصر 45 ديئة بهذا التنظيم الدفاع الجيد لا أرفع الكبعة لميكالي أرفع الكبعة للعبين اللي أدوا بشكل مميز وكنا مميزين بصراحة في الجزئية دي وهي اللي ساعدتنا حتى مع بداية شرط التاني رغم الضغط الكبير اللي اتعرض لمنتخب مصر في أول ربع ساعة تقريبا لحد ديها 60 منتخب فرنسا بيضغط عليك بغشامة يعني دي اسمها غشامة هجومية من منتخب فرنسا من كل الخطوب بيضغط من على الأطراف بيضغط من العمق بيضغط من كرات السابتة بيحاول يستجلها وانت في اللحظة دي بتعمل الشكل والهوية بتاعت منتخب مصر وتقدر توصل لمرمة منتخب فرنسا وسجل هدف الأول كان تميز كبير جدا من منتخب مصر لو كانت الحالات معنا كنا نشرحها يعني أحسن من كده لكن استمررا لكلامنا عن منتخب مصر كان عندنا تنظيم وكان عندنا حفاظ على هوية منتخب مصر في الشكل اللي جومي وده بم من مكالي في أول لحظة اللي انت بتحافظ على عملية بناء اللعب مش خايف أنا ده أخطر حاجة وقفت عندها يا شاب إنه احنا كنا نزلين المبرامج خايفين والمنتخب الفرنسي أقوى مننا خلنا واضحين طبع بس رغم كده واضح إنه اللعبة كمان نفسيا ومعنويا متجاهزة كويس فنزلين لا أنا منتخب مصر بالزرط انت مين أنا إبراهيم عادل انت مين أنا زيزو انت مين أنا محمد شحات طب فما كنتش حاس بالخوف خالص وده كان حاجة متمنانة ومريحانة إن احنا مش عارف دايما كنا منلعب حتى المنتخب الأول بالمناسبة كنا ننزل قدام منتخبات كبيرة تحس بالرهبة لأ وبتغير رتمك وبتغير شكل الفن بتاعك مع ميكالي بصراحة منتخب مصر حافظ على الهوية بتاعته انت قدام كل المنتخبات الاربع المتشاطة اللي فاتوا سواء تلات متشاطة بتعضر المجموعات ثم وبرات الدروب عن النهاء قدام براجوي حافظت على الشكل الفني بتاعك عملت بناء اللعب عملت اليدوء في الطلع بالكورة عملتها قدام منتخب فرنسا وده يمكن كمان اللي نرفز تيري هنا على الخط في الشوت الأول والهدف الأول اتكرر أكتر من مرة مرة نفعت ومرة فشلت لكن كون اللي انت بتحافظ على عملية بناء اللعب بداية من حمزة علاء خاصة في ضربات ضربة المرمى دي يمكن الحالات بتاعت التنظيم الدفاع اللي كلمنا عنها من شوية هتلاقي كل الخطوط يا كريم قريبا من بعض كل اللعيبة حتى عملية الضغط اللي بتتم بتتم من اللعيب واثنين ما بيبقاش فيه اي مساحة لأي لعيب انه يقدر يتحكم او انه يغير ماشي الصور باستمرار يا جماعة ما نقفش عليها اللي القرى بتتنين حتى من اليمين للشمال نفس الشكل العيبة كلها بتتحرك زي الويف زي الموجة بتمشي مع اتجاه الكرة في كل المساعات وكل الخطوط قريبة فانت كنت خانق منتخب فرنسا تقريبا طول الشرط الاول حرمت من الوصول لمرمى حمزة علاء دي ممكن الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية كنا بنحاول نشرحه للناس كل المحاولات بتاعت منتخب فرنسا على مرمى حمزة علاء ما كانش بتوصل للمرمى بشكل جيد اللي انت كنت خانق المساحة كنت قاب في علوم كل المساعات مدتش حتى الفيجن لاي لعيب انه يقدر انه يمرر الكورة لزميله بشكل جيد عشان كده احنا نجحنا في شطة اول احنا نخرج سفر سفر مع بداية شطة تاني حاول منتخب فرنسا انه يضغط لكن برضو قدرت اللي انت تتماسك لحد ما سجلت الهدف بتاع محمود صبر لو نروح لعملية دي ممكن الشكل اللي بقولك عليها يا كريم عمليه في بناء اللعب دي ممكن في الديها 26 كان فيه كرة تانية قبلها مع بداية المباراة عمليت الهدوء في بناء اللعب مش خايف رغم عمليت رغم الضغط الكبير الان بي منتخب فرنسا بحوالي 6 العيبة في التلت الأخير لمنتخب مصر اللي انت برضو محافظ على الشكل الجمع بتاعك الكرة دي ممكن تدرج بيها ام بي محمد النيني بشكل جيد لقد ده مباراة ممتازة بصراحة لحد مصر إبراهيم عاد نحت الشمال وقدر ان يخلق فرصة خطيرة لمنتخب مصر الكرة دي هيفضل مكمل بيها لحد ما يخش في عمق الملعب نجاح كبير من مكالي بصراحة انه يوصل لعيبة للحالة الفنية دي والهدوء دي ممكن الكرة اللي ضايحها قصة مفصل لو الكرة دي انتستمر الكرة يبقى هدف من الاهداف المميزة اللي سجلها منتخب مصر في البطولة لان انت تبدأ بالهدوء ده وبداية من حراسة المرمى لحد ما توصل